اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام 1-0 رح اضطلكم رابط اللعبة تحت في الوصف برضو رح اضطلكم اليمين اللي هاب يلعم معاي اسمي في اللعبة برضو تحت في الوصف وجايب لكم كود خصم يخصم لك جدا كثير رح تحصله بعد كود الخصم تحت في الوصف لا تنسوا تحملوا اللعبة ويلا نبدأ الفلوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راجع لكم بفلوك جيد بفلوق اليوم رايحين من طرابزون الى أوزنجول الى أوزنجول ان شاء الله طبعا منطقة معروفة فإن شاء الله رايحين لها مسافة من طربزون إلى أوزنجول تقريبا ساعة وربع فلحين منطلقين إن شاء الله تقريبا راح نص الطريق باقي نص الثاني فا يلا ما زلنا ماشيين في الطريق إلى أوزنجول باقي تقريبا 7 كيلو أحلى شيء في الطريق أنه مطر وجو حلو وبين جبال خضراء وشلاء هنا شلاء شوف الله يصوي شوف هذه الجبال الخضراء كلها في الطريق شوف هل يقول لها هذا النهر ولا يكن ساكن هنا صراحة واشوف يعني أنا أفكر زراحة أسكن في خلاص تسكن هنا والله أسهل عليكم بس ما في حياة يعني بس في طبيعة لا في حياة فيه كين شيء بتشوفوا أوزنجول عاد من أشرف الشياء في طربزونه في شمال الطم أبنروح ألم أصور لكم هناك يا أمي هنا طيب أنا أخواني ما نعرف ترى وش أوزنجول وش جواه يعني أوزنجول يا طويل عمر عبارة عن محيرة حيوة بين الجبال وفيها مسجد وكافيات ومطاعم جيل قرية صغيرة وبنصور لكم بالدرون عشان تشوفونها من فوق كيف شكلها شوش بالطباب الحمد لله على السلامة وصلنا بسلامة الأوزنجول هذه البحيرة السلامة الحمد نشوف إنها مطر حلو شوف 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 الأجواء بس شوف يعني ساعة في محلات وفي أيوه كم ليت لسينا تقريبا خام سب ساعة والله تساهر يا بي سفر طابعا تاون وصلنا زنجول نزن من السيارة شوفنا زيد الدباب صغير كذا والله شكنا شرف مستاجر مستاجر قارب الدباب تاجربة تاجربة وفي مطر بعد شوي طبعا راحين باتجاهنا للبحيرة ووقفنا بعيد فحلوة المنطقة الحين باتجاهنا للبحيرة هيا الدحوم عبوت كيف المنطقة؟ والله امتادة جيدة جيدة ولا امتادة؟ لا جيدة الحين بتشوف البحيرة منطلقين للبحيرة الان راح نستاجر ايش؟ الله مدي شايف نستاجر دلت البابرس يس دباب و هذا سعد يلا هب استاجر عشان نوصل بسرعة على البحيرة هاو هلا بس عدين؟ اي بس الله يديك ايه طشر موية عادش يسوي يلا ساعدرك وركب لا والله انا معني شدار ليش؟ نادي حاف تقرب يلا يلا وين راحين؟ راحين للبحيرة يلا مع السلامة شكرا علينا سلامة يا ايه موسيقى 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 وصلنا المنطقة وين البحر بحر النهر هذاك المسجد المعروف الحين بشغل لكم بحط لكم ما ادريش اسمه بس هو مسجد زنقول يعني والا لعظيم بالله ما امزع معلم معلم معلم؟ لا هو مسجد صدق ايه مسجد معلم يعني انت تعرف ما كلام انت شبيه الهاد المنطقة انس ما شالله ها انت بملاهي واعظة انك ماهش مايحس بسك ماهش بالحين سننقرب عند البحيرة عشان صور لكم بحيرة طبعا فكر ناخذ قارب او جو النهر وووالبحيرة مشكه شوية في مطر لو يوقف والاه يشف مطر خفيف حلو يلا طير طيارة يلا هالي الحين من طيارة اشتركوا في القناة 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 يلا بسم الله هذا نحن في القارب يا السلام رجال هلوه كنت تعبت كنت أسرع 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 ها كيف تمام والله الحمد لله مرتاح يلا نمره في النص ها نحن على دروبك ها دحوم كيف الأجواء جادفاء جادفاء ها يلا ثم شكرا موسيقى 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 بعد ما خلصنا القارب رايحين السيارة الحين تستحق السيارة الحين رايحين السيارة نشوف هناك في فوق الله طربان خلاصنا من جزيرة جزيرة شفيني أنا معلقة لجزيرة وبحار قارية قارية وبحيرة هذه هي عليسان البحيرة رايحين طالعين إن شاء الله بشوف إذا فيه كافيات فوق عشان نشوف الفيو أو المنظر من فوق البحيرة إذا ما حصلنا عاد شكرا الله بس إن شاء الله نحصل ورقينة فوق الجبل زي ما تشفون هذه هي أزنقال كنا احنا تحت هناك عند البحيرة وركبنا القارب في البحيرة شفت المنظر شفت المنظر هي من هنا هنا براح كافي وين أنت براح كافي مما هي هنا فيه كافي الضار فوق كيف الموقع يا شباب لا لا اختيار اختيارات ها ها صنع عقيدة مئة بالمئة مئة بالمئة اختيارات بالنسبة لهذا اليوم شفت مش تمون شاهي والله عقب الغدا مات بشي ما شربنا شاهي ها هشوة خلاص الحين يجيكم الشاهي يلا وصل الشاهي طبعا كذا الشاي حقهم تحط شوي من هذا والباقي بس 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 والباقي مويا هلا 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 الشاي التركي عاد ما يحتاج هذا المنظر حقي طلاح الشاهي طبعا معروف الشاي التركي ما يحتاج شاه الهند أحسن لا والله طبعا أنا أكيد شاهي الهند ها شاهي الهند وانت ولا ولا واحد ولا واحد لا والله أنا عندي شاهي الهند يمكن أفضل من هذا بس هذا بعد فيه طعمه غير يعني واخترب شوي بس ما أحب بيته شو شو عادي عادي تقدر تحطه في شي واحد وتشربه بس إنه كذا حالاته شكرا للمشاهدة والله كان كافي ممتاز تجربة جميلة صراحة والمطر كان حل من فوق أزنغول هذا الناحين نازلين طيب الطريق شوي صعب صراحة للصعود فوق مشكلة إن السيارة واحدة تمر تخيلوا إذا قابلك واحد لازم واحد يرجع بس يستاهل صراحة يستاهل العنوى يعني يعطيك الفيو من فوق مرة طيب إلا هنا انتهت جولتنا هذا نرجع للشقة تبدأنا هذا الفلوغ أعجبكم فلوغ أزنغول ومش معكت؟ مصر نقينا طيب لا تسألوا لايك واشتراك في القناة وضيفونا على السناب شانسوا لإستجرام نشوفكم إن شاء الله في الفلوغ الجاي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر